بسم الله الرحمن الرحيم يا أسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراص مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتمدر قومهم ما أمدر آباؤهم فهم رافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالنا فهي إلى الأذقان فهنفهم أحرون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهو شينا شون فهم لا يبصرون وسواء عليهم ما منذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتو ما قدموا آثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مسلا أصحاب العقارية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليه مسلين فكذبوا ما فعززنا بثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إنا بشر مسلنا وما أنسر الرحمن من شيء إن أنتم إنا تكلمون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائر كهر معكم إن ذكرتم بل أملتم قوم مصيفون وجاء من أقصى المدينة رجلون يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإلي ترجعون أتخذ منه آلهة يرجن الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينرخذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي على بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي منه من رسول إلا كانوا به يستهزرون ألم يروا كان أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن قل لما جميع لدينا محضرون وآية نور الأرض الميتة وحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأمرون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكون سبحان الآية خلق الأسوال قل لها مما تنبتوا النار ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية اللوط الليل نسلق نسلق النهار فإذا غلمون والشمس تجريم مستقر لها ذلك تقدير العزيز العظيم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرض القديم للشمس ينبغي لها أن تضرق القمر ولا الليل سابق النهار وقلوا في فلكي فليسبحون وآية اللوط أنا حمل ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم مثلي ما يركبون نشأ نغرقهم فلا صريخ له فلاهم ينقضون إلا رحمة منا ومتى عن تلاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا من الذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا العدل عدلتم صالقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما تقوم يخصمون يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فيذاهم من الأجداس إلى ربهم ينصلون قالوا يا ريلا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا مخضرون فاليوم لا تملون نفسهم شيئا ولا تجزون إنما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شرون فاكهون هم وأسفى جزء في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني يا دم أن لا تعملوا الشيطان إنه لكم عدوهم مبين وانعبدوا من هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم لبنم كثيرا أفلم تكن تعقلون هذه جهنم التي كنتم عدوهم إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفواقهم وتبنمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستمقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نركسه في القلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكون وقرآن مبين لينجر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتخذوا منذ لله آلية لعلهم مصرون لا يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون فلا يحزق قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإظام وهي ربيم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم